اشتركوا في القناة ارقام في عدد من رقم واحد ولنبدأ بهذا التمهيد قرأ صالح كتابا عن آلة صنع أقلم الرصاص إذا علم صالح أن هذه الآلة تنتج 132 قلما في الدقيقة الواحدة فكم قلما تنتجه في 5 دقائق كيف نعرف عدد الأقلام في الخمس دقائق العملية عبارة عن تكرار فتنتج في الدقيقة الأولى 132 قلما وفي الدقيقة الثانية 132 قلما وفي الثالثة نفس العدد والرابعة والخامسة إذن عندنا 132 مكررة 5 مرات لذلك كما تعلمنا سابقا أن الضرب هو عبارة عن تكرار الجمع لذلك فإن طريقة معرفة كم تنتج الآلة في 5 دقائق عبارة عن ضرب 5 دقائق في 132 قلما أعداد الأقلام في الدقيقة الواحدة وقبل أن نجيب نوجد الناتج التقديري لكي نتحقق من معقولية الجواب الذي سوف نصل إليه نقدر الناتج عن طريق التقريب لاحظ معي 5 ضرب نريد أن نجعل هذا العدد سهلا لكي يجاب عنه مباشرة بطريقة بديهية 5 ضرب 132 تصبح 5 ضرب 100 وهذا ما تعلمنا سابقا في التقدير و 5 ضرب 100 تساوي 500 الآن نبدأ بإيجاد ناتج الضرب الفعلي 5 ضرب 132 نبدأ بالخطوات الخطوة الأولى أضرب الأحد والآن يتبين للطالب الذكي كم خطوة لدينا ما رأيكم كم خطوة لدينا نعم لدينا ثلاث خطوات أضرب في الأحد الخطوة الأولى الخطوة الثانية أضرب في العشرات الخطوة الثالثة أضرب في المئات نبدأ ونكتب العدد بهذه الطريقة نكتب العدد الصغير والعدد الذي مكون من رقم 1 في الأسفل والذي مكون من ثلاثة أرقام في الأعلى ونلاحظ أن المنازل مرتبة لا بد من ترتيب المنازل وكما ستشاهدون سيكون الحل مرتبا بإذن الله نبدأ بالضرب في الأحد 5 ضرب 2 5 ضرب 2 عبارة عن 5 ضرب 2 أحاد تعطينا 10 أحاد إذن الجواب 10 صفر والواحد ينتقل إلى منزلة العشرات صفر وباليد واحد الآن ننتقل إلى الخطوة الثانية أضرب في العشرات 5 ضرب 3 كم تساوي 5 ضرب 3 ما رأيكم 5 ضرب 3 عبارة عن 15 عشر 5 ضرب 3 خمسة عشر عشر الآن أجمع 15 عشرات زائد 1 عشرات تساوي 16 عشر وكما تشاهدون 5 ضرب 3 خمسة عشر زائد 1 ستة عشر هذه هي الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أضرب في المئات 5 ضرب 1 يساوي 500 أحسنتم نجمع الآن 500 و 1 مئات وهي الواحد التي نقلنا من منزلة العشرات 5 زائد 1 يساوي 6 إذن 5 ضرب 1 يساوي 5 زائد 1 يساوي 6 عن طريق ذلك عرفنا أن الآلة تنتج في الدقيقة في خمس دقائق 666 قلما لنتأكد بمعقولية الجواب لاحظ معي أنا ناتج الضرب 660 قريب من التقدير والتقدير 500 إذن الإجابة معقولة أحسنتم و بارك الله فيكم الآن لنبدأ بحل الأمثلة نبدأ بمثال واحد في هذا المثال نريد إيجاد ناتج 375 ضرب 5 ما رأيكم كيف نبدأ؟ نعم أحسنتم نبدأ بضرب 5 ضرب 5 5 ضرب 5 وهي في منزلة الأحاد معناها 5 أحاد ضرب 5 أحاد تساوي 25 أحادا 25 أحاد عبارة عن 5 أحاد و 12 5 و 20 5 و 20 إذن الجواب 25 و 22 في العشرات الآن ننتقل الخطوط الثانية كما تعلمنا قبل قليل نضرب في العشرات 5 ضرب 7 كم تساوي 5 عشرات ضرب 7 عشرات تساوي 35 عشرات ونقوم بالجمع الناتج 35 زائد 2 عشرات 35 عشرات زائد 2 عشرات تساوي 37 من العشرات وال37 عشرات عبارة عن سبع عشرات و 300 سبع عشرات و 300 إذن الجواب 37 و 300 الجواب 37 و 300 سبع عشرات و 300 الآن ننتقل الخطوط الأخيرة وهي ضرب المئات 5 ضرب 3 تساوي 15 إذن المئات عندنا 15 مئات 15 ولدينا هنا ثلاثة نجمع المئات 15 مئات زائد 300 تساوي 18 مئات والـ 18 مئات عبارة عن 801 ألوف إذن نكتب الثمانية عشر هنا وكما تلاحظون 801 ألوف لنقرأ الناتج الناتج هو 1875 إذن ناتج ضرب 375 في 5 يساوي 1875 أحسنتم وبرك الله فيكم الآن نقوم بحل هذه التمارين تمارين 1 أوجد الناتج فيما يلي 395 ضرب 3 عفواً 295 295 ضرب 3 نبدأ أولاً بمنزلة الأحاد طبعاً نضرب الثلاثة في الأحاد ثم في العشرات ثم في المئات ثلاثة ضرب 5 تساوي 15 ثلاثة ضرب 5 تساوي 15 كما تعلمنا قبل قليل ننتقل الآن إلى العشرات ثلاثة ضرب 9 الطالب الذكي هو الذي يحفظ جدول الضرب بطريقة صحيحة لكي يجيب بشراء ثلاثة ضرب 9 تساوي 27 27 زائد 1 تساوي 28 28 28 أحسنتم وبرك الله فيكم الآن ننتقل إلى منزلة المئات لاحظ معي قبل أن نبدأ في حل المئات المنازل لدي مرتبة كما تشاهدون عمود الأحاد وهنا عمود العشرات وأخيراً عمود المئات ننتقل الآن إلى عمود المئات ثلاثة ضرب 2 ثلاثة ضرب 2 تساوي 6 زائد 2 كم تساوي؟ تساوي 8 الآن لنقرأ الناتج الناتج يساوي 885 إذن ناتج عملية ضرب 295 ضرب 3 تساوي 885 أحسنتم وبرك الله فيكم الآن لننتقل إلى تمرين 2 في تمرين 2 نريد إيجاد ناتج ضرب 313 ضرب 9 كيف نجيب على هذا السؤال؟ نقوم أولاً بضرب 9 ضرب 3 ثم 9 ضرب 1 ثم 9 ضرب 3 لاحظ معي 9 ضرب 3 9 ضرب 10 9 ضرب 300 نبدأ بالتسعة 9 ضرب 3 تساوي 27 ننتقل الآن إلى منزلة العشرات 9 ضرب 1 يساوي 9 زائد 2 يساوي 11 جميل جداً الآن ننتقل إلى منزلة المئات 9 ضرب 3 يساوي 27 زائد 1 يساوي 28 لنقرأ الناتج الناتج 2817 إذن 313 ضرب 9 يساوي 2817 أحسنتم وبرك الله فيكم الآن لننتقل إلى تدريب 3 في هذا التدريب نريد إيجاد ناتج 648 ضرب 7 وكما قلنا قبل قليل وفي كل مرة نضرب الأحد في الأحد 7 ضرب 8 تساوي 56 الطالب الذكي هو الذي يحفظ جدول الضرب ويجيب بسرعة 7 ضرب 8 يساوي 56 ننتقل الآن إلى منزلة العشرات 7 ضرب 4 تساوي كم تساوي؟ نفكر معي من يجيب؟ أحسنتم يساوي 28 28 زائد 5 نضيف على 28 خمسة لكي نجد الناتج الجواب 33 الجواب 33 إذن 7 ضرب 4 28 زائد 5 28 29 30 32 33 33 نكتب 33 أحسنتم وبرك الله فيكم الآن ننتقل إلى منزلة المئات 7 ضرب 6 كم تساوي؟ 7 ضرب 6 تساوي 42 طيب فرضا أنني نسيت كم تساوي 7 ضرب 6 كيف أتذكرها بطريقة سريعة؟ من المعلوم أن 6 ضرب 6 من أسهل تماريد ضرب وتساوي 36 6 ضرب 6 يساوي 36 لكي نوجد 6 ضرب 7 نضيف على 36 ستة فكأنه بدل 6 ستات أصبح لدينا 7 ستات نضيف 6 على 36 فتصبح 42 42 زائد 3 تساوي 45 إذن الجواب 4536 ناتج ضرب 648 ضرب 7 يساوي 4536 أحسنتم وبرك الله فيكم الآن نقوم بحل هذا المثال التقويمي هذا المثال فيه فكرة دعونا نقرأ سويا إذا علمت أن مربع يساوي 7 إذن الرمز المربع يساوي 7 فأوجد مربع ضرب 441 هذا يذكرني بجداول الدوال كيف نستبدل الرمز بالعدد إذن نكتبها بشكل عملية ضرب رأسية لاحظ معي أن مربع ضرب 441 نستبدل المربع بالعدد 7 لماذا؟ لأن المربع يساوي 7 كما هنا المربع يساوي 7 إذن الجواب 7 ضرب 441 نبدأ كما تعلمنا قبل قليل 7 ضرب 1 يساوي 7 ثم 7 ضرب 4 يساوي 28 28 وأخيرا 7 ضرب 4 مرة أخرى يساوي 28 زائد 2 يساوي 30 إذن الجواب 3087 إجابة 441 ضرب 7 هي 3087 أحسنتم مبارك الله فيكم تعلمنا اليوم ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد وقلنا أن ضرب عدد من ثلاثة أرقام في عدد من رقم واحد له ثلاث خطوات للثلاثة أرقام أحد عشرات مئات الخطوة الأولى أضرب الأحد لاحظ معي 5 ضرب 2 يساوي 10 ثم الخطوة الثانية أضرب العشرات 5 ضرب 3 يساوي 15 زائد 1 يساوي 16 وأخيرا نضرب المئات 5 ضرب 100 أي 5 ضرب 100 يساوي 500 أو 5 5 ضرب 1 يساوي 5 زائد 1 يساوي 6 إذن الجواب 660 إذن ناتج ضرب 132 ضرب 5 يساوي 660 وفي الختام نشكركم على حسن الإنصات ونتمنى لكم التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر